تارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وارفع القفاق أفضر يحمل النور المصدر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب وحواتي الطالبات ما يخبع عليكم فائدة تمرين رياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة للتفكير والاستيعان نبدأ التمرين الأول تراين أمام الصدر تمرين تدي تراين في الوصف تراين في الوصف بعدbits نبدأ التمرين مع بعض 1 2 3 4 أمام جم أمام تحت 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 نوضع الوقوب أدرنا نتابعة الوسط ننتقى قطوة اليمين ثم نعود إلى المتصف ثم ننتقى قطوة الإنساء ثم نعود إلى المتصف التمرين باستمرار تمرين يبتد 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 من الوقوف فتح القدمين انتساع الحوض وضع الضراع اليمنى الوسط والذراع اليسرى فوق الراس الرافع الضغط 4 عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط 4 عدات جهة اليسار تمرين تمرين ابتدي 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 الحمد لله الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والنسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله ابنائي وابناتي الطلاب في مادة القرآن الكريم ثلاثة ولازلنا في حفظ صورة النحل ونحن في آخرها وهذا هو آخر مقطع حفظ صورة النحل من الآية 111 إلى الآية 128 قبل أن ندخل في الدرس نهدف في درسنا أن يحفظ الطالب والطالبة الآيات المقررة من صورة النحل ويرائي فيها أحكام التجويد ويرائي فيها أحكام التجويد هناك عدة ضوابط للحفظ وهي من الطرق الدعاء بأن تسأل الله عز وجل أن يثبت حفظك بأن تسأل الله عز وجل أن يعينك على حفظ القرآن فالإنسان يسأل الله عز وجل دائما الإعانة على هذه العبادة العظيمة وهي حفظ القرآن لأنه كلام الله عز وجل فدائما يسأل الله عز وجل في سجوده وفي مواطن الإجابة أن يوفقه لحفظ كتابه الكريم الأمر الثاني الحفظ بالكتابة الحفظ بالكتابة وهذه الطريقة من الطرق النافعة لمن صعب عليه أن يحفظ من خلال السماء أو من خلال التكرار فهذه من الطرق أو ربما يستطيع أن طريق السماء لكنه لا يضبط ضبطا جيدا فنقول هذه من الطرق المعينة أن تكتب بكراس مستقل هذه الآيات وكذلك ربما حتى الآيات التي صعبت عليك فتكرر كتابتها ومن ثم تقرأها مرارا حتى تضبط حفظك فيها فهذه من الطرق في ضبط الحفظ هناك عدة تنبيهات لتلاوة صحيحة تنبيه الأول المتابعة في المصحف فلابد أن تفتح مصحفك في أثناء قراءتنا لهذا المقطع وهو مقطع حفظ صورة النحل من الآية 111 حتى آية 128 إلى آخرها التركيز على كيفية النطق الصحيح للآية والكريمة فتنظر إلى أستاذك كيف ينطق الحرف ويخرجه الحرف من مخرجه الصحيح كذلك القراءة بتأني عند التطبيق وعدم الاستعجال لأن بالاستعجال دائما يقع الخطأ والزلل الأمر الأخير وهو الانتباه إلى علامات المصحف وأحكام التجويد التي درستها فإن هذا الأمر مما يعين على ضبط حفظك سنقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَوْمَ تَعْتِي يَوْمَ تَعْتِي فلاحظ معي عندما تقرأ هذه الآية لابد أن تشبع هذه الكلمة ياءً فهي حرفها الياء وإذا كنت ستقف تقول يوم تأتي هكذا أما إذا كنت ستصل تقول يَوْمَ تَعْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا هكذا تقرأها ما عملت من الأشياء هذه من المتشابه من الأمور المعينة لضبطك فيما عملت ستجد في آيات أخرى ما كسبت من الأشياء التي تعينك على ضبطك لهذه الكلمة أن تعلم أن اسم الصورة النحل فناسب أن النحل هم يعملون فلذلك تتذكر أن ما عملت هي في صورة النحل في صورة النحل فهذه من ضبط المتشابه أيضا من الأشياء التي ستجدها أيضا من المتشابه في القرآن وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ستجد هناك تقديم وتأخير في صورة البقرة وغيرها من الصور فتضع لك ضابط في ضبطك لهذه الآية تضع ضابط لك في ضبط هذه الآية وتقدم الحديث عن موضوع وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً ذكرنا أن في صورة النحل ضرب الله مثلا أبدا مملوكا في وسط الصورة وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم وهذه هي الثالثة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فتضبط هذه الآيات الثلاث تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ فتقرأها هكذا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هكذا تقرأها لاحظ معي متاع قليل ولهم عذاب أليم في آخر سورة ععادي عمران متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد طبعا من الطرق المعينة في ضبط المتشابه أن تفهم سياق الآية فإذا عرفت ما معنى هذه الآية استطعت أن تنظر وتعلم أن متاع قليل ولهم عذاب أليم هو الذي يتناسب مع الآية التي قبلها بينما هناك متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد كان الخطاب للكفار فأن تنظر إلى سياق الآية فتستطيع أن تضبط حفظك عن طريق ذلك المقطع الذي يليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ستلاحظ ولم يك من المشركين والمقطع الذي يليه ستجد أنه ولا تكو في ضيق مما يمكرون ولم يك من المشركين بدون النون تذكر ذلك أيضا إنما جعل إنما جعل لاحظ معي الجيم مضمومة والأين مكسورة واللام مفتوحة فتقرأها كذا إنما جعل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه هكذا تقرأها أيضا هذه الآية الأولى ستجد في هذا المقطع ستجد لها متشابه فيه من أواخر صورة النحل قبل هذه الآية فتضبط المتشابه فيها تضبط المتشابه بينهما وذكرنا في الدروس الماضية من طرق الضبط للمواضع الأخرى أن تفتح المصعف على الموضعين فتقارن بينهما فتظل لك ظابط في هذا الأمر نقرأ المقطع الذي يليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ذكرنا قبل قليل ضبطك لموضع ولا تكو في ضيق مما يمكرون فلا تزيد النون في ذلك وإنما تقرأ وهكذا ولا تكو في ضيق مما يمكرون نعيد قراءة المقاطع مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أبنائي وبنات الطلاب استمع للمقطع المقرر لهذا اليوم من قارئ متقن مجود وراجع حفظك وكرر المحفوظك في هذا المقطع لكي تضبطه ضبطا جيدا نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعينا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة 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 بالطبع عن ذلك بالطبع ، أيضا ، بكثيرًا لأنشاء الديو سنتقل أحاول أن تفهم الأول بها أولاً سنتقل هنا ثم إن شاء الله ، سترك إلى الأخرى ستقل الى البقاء بقى الشميق حسناً بسرحة ، سترك إلى الأخرى here as I said earlier the first or the second sentences I'm talking about in each paragraph very good nice let's move to the third one here yes it is not only domesticated animals who have then you can have an idea about what I'm talking about here at times even animals commonly considered aggressive and dangerous keep on reading finding the overall or taking the overall idea okay very good now we have questions we have three questions question number one what does the title animal heroes refer to question number two is it only domesticated animal that help people or do wild animals sometimes help as well question number three what animals will you read about in the article very good now let's try to answer these three questions here guys number one what does the title animal heroes refer to if you read if you have read the the first paragraph you will find the answer of course okay now look it refers to animals that help people animals that help people what about number two is it only domestic animal or even the wild one okay so here both domestic and wild animals help people at times okay both we have both domestic and wild number three what animals will you read you will read about we talked about yeah cat horse gorilla and dolphin okay or dolphins so these are the animals mentioned in the article mentioned in the article very good now now I want you to go on the first one here I'm talking about now the article itself you are going to read and the same time you are going to listen okay insha'Allah I will try to illustrate each one of the paragraphs I'm talking about here but first you need to open your book pages 74 and 75 okay and now we are going to read about here but first you need to open your book pages 74 and 75 okay and now we are you are going to listen to the audio and along while you are reading okay while you are reading okay while you are reading very good let's start by reading this one pages 74 and 75 8 reading animal heroes one night Pilar was in a deep sleep when she was woken by her cat Inti Inti was meowing wildly outside Pilar's house in the bedroom and throwing himself against the closed bedroom door when Pilar opened her eyes she saw that her bedroom was filling with smoke as she escaped her house with Inti in her arms she saw that a fire was blazing in her kitchen Pilar could easily have lost consciousness from breathing in the smoke but Inti would not let that happen even though Inti could have escaped the house through a cat door he wouldn't leave Pilar a fireman at the scene said without question that cat is responsible for saving his owner's life he should be honored as a hero very good now we talked about this cat what is the name of this cat it is called yeah Inti okay Inti so and what is the owner name Pilar okay so Pilar was in a deep sleep when she was woken by her her cat Inti so the cat walking the owner okay Inti was mowing wildly outside Pilar's bedroom why because what happened what happened in this time okay she saw that her bedroom was filling with smoke okay smoke as she escaped her house with Inti in her arms okay she saw that a fire was blazing in her in her kitchen so the fire was in her kitchen then what happened here Pilar could easily have lost consciousness we talked about consciousness okay do you remember this word yeah okay being awake okay from breathing in the smoke but Inti would not let that happen why even though Inti could have escaped the house through a cat door what happened here actually actually he wouldn't leave Pilar so the cat could have escaped the house from the cat door but he couldn't or wouldn't leave Pilar a fireman at the scene said without question that cat is responsible for saving his owner's life he should be honored as a hero okay now let's go to the second story of course but first let's read this together okay then we will move to the second story are you ready very good let's start as amazing as this story is it is not as uncommon as you may think there are countless stories of animals coming to the aid of humans in life threatening situations animals are said to have a sixth sense for danger often they are alert to danger before humans are and have used this awareness to protect humans from harm take the example of Charlotte Lee and her horse Thunder one warm summer night the whole family was asleep with the windows open it was normally very quiet where they lived there were only a few farmhouses scattered about the area and hardly any traffic all of a sudden there was a loud crashing noise from the stable Charlotte woke up with a start and her heart pounding as the noise continued she was so frightened she froze no matter how hard she tried she could not move the noise stopped as suddenly as it had started and she heard a horse galloping towards the house the next thing she saw was Thunder standing outside her window neighing and shaking and shaking his head as he stomped on the wooden porch she knew enough about horses to know that Thunder was disturbed for a reason and wasted no time speculating she quickly got everyone out of the house before the earthquake hit part of the roof caved in and crashed into her room Thunder had deliberately saved her life okay this is the second this was actually the second story okay about of course what is the name of this horse Thunder very good okay Thunder so when I'm talking about Thunder here okay what happened with Thunder as you can see quick scanning please quick scanning okay so where was Thunder actually where was he he was in the stable 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 okay and then he started doing what Charlotte woke up with a start and her heart bounding as the noise continued okay she was so frightened frightened okay now I'm talking about adjectives she froze no matter how hard she tried she could not move okay the noise stopped as suddenly as suddenly as it had started okay now what happened actually here and she heard a horse galloping toward the house okay the horse I mean thunder here was galloping toward the house okay then the next thing she saw was Thunder standing outside her window neighing and shaking his head as he stomped on the wooden porch okay so thunder felt felt that earthquake is going to hit okay so here she quickly got everyone out of the house before the earthquake hit okay so I'm talking about the earthquake okay this is actually something important when when talking about the six things since here I'm talking about the thunder part of the roof caved in and crashed into her room okay thunder had deliberately had deliberately saved her life you remember this word on purpose intentionally I'm talking about okay deliberately or intentionally very good now we are going to move to the third story okay look at this picture here yeah can you recognize this one this animal it's a dolphin pretty good okay now we are going to read also and listen at the same time okay please follow the audio read along the audio okay let's start yet it is not only domesticated animals who have acted heroically there are also stories of wild animals coming to the rescue of humans one animal known to be a friend and protector of humans is the dolphin dolphins are considered to be among the most intelligent of animals on dozens of occasions they have used this intelligence to come to the aid of humans in dangerous situations one such story involves a surfer named Todd Endress Todd was surfing with his friends when he was attacked by a 13 foot 4 meter shark in the middle of the attack a group of dolphins came to his rescue by forming a protective ring around Endress until he could get safely to shore without the help of the dolphins there is little chance that Todd would have survived very good this is the third story we are talking about the dolphin okay we are talking about here the dolphin yet it's not only domesticated animals who have acted heroically okay there are also stories of wild animals so here I'm talking with the dolphin is considered as wild animal okay coming to the rescue of humans one one animal known to be a friend and protector of humans now I'm talking about protector of humans is the dolphin then dolphins are considered to be among the most intelligent of animal among okay in between okay between the most intelligent of animals one dozens of occasions they have used this intelligence and we have intelligent okay and intelligence what difference between these two words the first one is an adjective and the second one is an adjective and the second one is a noun okay so here now this one is an adjective okay intelligent and intelligence to come to the side of humans in dangerous situations then one such story involves that a surfer named surfer okay who goes on shore or for example or in seas okay using okay using a board okay using a board okay a wooden board of course named Todd andrus Todd here was surfing with his friends when he was attacked by a 13 foot 4 meters shark okay so he was attacked by a shark in the middle of the attack a group of dolphins came to his rescue by forming what a protective ring a protective ring a protective ring a protective ring around andrus until he could get safely to the shore so what happened here actually the dolphins formed a protective ring around Todd of course and he got safely to the shore without the help of course what will happen to Todd maybe he will be eaten by the shark the four meter shark okay now let's move to here we have the fourth story now look at this picture here what do we have this is the gorilla do you remember this one very good now you are going to listen to the story of rescuing here I'm talking about the gorilla okay are you ready let's start at times even animals commonly considered aggressive and dangerous have come to the eight of humans have come to the eight of humans one famous case involves binti jua an eight-year-old female gorilla who lives at the brookfield zoo in illinois usa binti was celebrated as a hero when she protected a three-year-old boy who fell into the walled gorilla area binti picked up the unconscious boy carefully cradled him in her arms and brought him to the zoo keepers door so that he could be taken out after four days in the hospital the boy recovered completely no one is sure why animals have so often come to our aid however it is clear evidence of the deep and powerful bond between humans and animals it is important that we respect this bond by treating animals with the care and compassion that they often show us very good now what happened with the gorilla here i'm talking about okay at times even animals commonly considered aggressive and dangerous have come to the aid of humans aid it means help okay is help or helping sometimes helping of humans help of humans one famous case involves binti jua an eight-year-old eight-year-old female gorilla okay eight-year-old female gorilla okay eight-year-old only eight years old female gorilla who lives at the brookfield zoo in illinois USA of course talking about binti was celebrated as a hero when she what protected okay a three-year-old boy okay who fell into the world into the world okay and i'm talking about the world okay and i'm talking about the gorilla area okay binti picked up the unconscious boy carefully look here we have the unconscious boy okay we talked about consciousness now i'm talking about the and the opposite of being awake okay so he was for example losing his conscious here okay unconsciousness the conscious boy carefully called him him in her arms and brought him to the zoo the zoo the zoo keepers okay i'm talking about the zoo keeper the zoo keeper the one who protect or who goes around the zoo itself okay asking or looking for the safety okay of people or the audience or the visitor i'm talking about okay the zoo keeper doors so that he could be taken out okay after four days in the hospital of course the boy 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 of course لماذا يتحدث لذلك البنز لمعاً باستخدام نحن باستخدام مما يقول باستخدام نحن باستخدام لكنها مقرص مقابل من قبل التعامل تذكرت من قبل التعامل نعم جيد نعم جيداً ولكنه احيان ستكون عن وعلاً من المثال من البنز حيث عن حيث عن rumانات فواردان و الانياس إبعى في البي mph و الانياس إنه يهمور فل وستمجزع هذاSHIP مع حيث عن المحصول بالسلطة ومسر محصول وقلع عن المحصول وفققل من المتجمزر والأقرار في الحقيقة أنها تريد معنا البعض من أكثر من بعضنا في هذه الأحيات التي تتحدثنا عنها حسناً لنسيقيا إلى سبيل الأعصاب لدينا خفزة سؤال سأجدهم جميعاً أولاً 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 What reputation do dolphins have? What story demonstrates this? What did dolphins do to save Todd in this life? How was a young boy saved by a gorilla at the Brookfield zoo? Now if you go back to the stories, of course you will find I'm in the article you will find the answer of these five questions. Okay let's start. In what way do animals have a six sins? Nice. So here they are alert. Do you remember alert to المترجم لكي يدد من المنطقة ماذا تتفق بذلك تلك تتفق بذلك تتفق بذلك كما تتفق بذلك الانتية عندما رأيت الشماء وقمت على التطور في المنطقة أين يتكلم بذلك ماذا تتفق بالتفاق بالكامل؟ تبدأ في المنطقة تغلوب إلى طرح حولها بعد صوتها على غير الحزء يصبح شخص أمسهم في حول الغيب الغيب إذاً تبدأ ستجعل للعصف حوله إلى طرح belonged آخرن ثم أسئلة ما يملكون تلك الدولتين لديه؟ تب Elizabeth شخصاً إذا فقوناك فلن تفعل شيئا؟ يعني أنك تفعل شيئاً because this one or this man doing good all time okay so you are going to have a reputation and what story demonstrates this now let's go we are going to see about the dolphins dolphins are thought to be friends this is the reputation friends and protectors of humans okay friends and protectors the example of how they save Todd Endres demonstrate this of course being or forming a protective ring you remember this from the shark of course number four what did dolphins do to save Todd Endres life I just say it yeah here dolphins formed a protective circle or ring around Endres to help him get to the shore okay to the shore five how was a young boy saved by a gorilla what happened here yeah so the boy fell into the gorilla area okay the world of course the gorilla picked him picked him up and carried him to the zoo keeper picked up or picked him up do you remember the phrase of verbs we talked about okay very good okay so the gorilla picked him up and carried him to the zoo keeper very good now we have something now in you that here understanding details I'm gonna ask you some questions about the paragraph but first I need to close your box I need you to remember to remember use your memory okay to remember those questions and try to answer them okay let's start very quickly in what room of the house was the fire located number two did the cat need pillar to get her out of her house nice so in what room in which room I mean here I'm talking about the kitchen very good did the cat need pillar to get her out from the house of course not because the cat she could escaped okay or gotten out through the cat door through the cat door very good you can find this in paragraph number one next paragraph three now we have four questions try now to to answer these questions where was the horse where was the horse in the stable pretty good what did the horse do do you remember the load towards the house okay so start making noise and go up towards the house nice how did charlotte react 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 very good so what's happened here she understood that thunder was distra disturbed 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 worried do remember disturbed for a reason and finally what did charlotte do what happened here charlotte of course she got everyone out of the house before the earthquake hit very good you can find the answer on paragraph three let's move paragraph four here we have two questions what was todd andrews what was todd andrews what was todd andrews doing when he was attacked by the shark so he was surfing okay he was surfing okay he was surfing pretty good how big was the shark that attacked todd how big we said do you remember four meters long four meters long four meters long the next one paragraph five okay we have three questions now was the gorilla in the story male or female do you remember very good okay eight years i'm talking about female or females yeah female very good how old was the gorilla how old i'm talking about the age eight years old and how many how many days was the boy in the hospital after being after sorry before being recovered so talking about four days four days very good guys now we have finished our lesson today just let's read the objectives of today's lesson very quickly analyze the animals reaction to danger simplify an animal or human rescue story write another title for the text point out the way thunder the horse helped his owner and name a wild animal that rescued humans according to the text finally list the benefits of having a bit i would like to thank all of you for watching us today and insha'Allah i will see you at the next lesson goodbye bye اشتركوا في القناة 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأهلا وسهلا بكم في نشاطات تدريبية على الكتابة الوظيفية أو شكنا على الانتهاء من مهارات الكتابة الوظيفية وليس لدينا الآن أشياء جديدة وإنما تدريبات لترسيخ ما لديكم من مهارات مكتسبة في الدروس السابقة هيا بنا لنشاطات درس اليوم لدينا ثلاثة أنشطة النشاط التاسع والعاشر والحادي عشر لاحظوا كل هذه الفنون الكتابية تدربنا عليها الرسائل الإدارية وكتابة المحاضر والإعلانات الدعائية والتقارير والعروضة التسويقية والخطب المحفلية كلمات الافتتاح والاختتام إذن نشاطات اليوم لترسيخ ما اكتسبناه من مهارات ومعلومات ومعارف في الدروس السابقة سنبدأ على بركة الله ونستعرض الأهداف أولا هذه أهداف نشاطات اليوم يتوقع من الطالب بعد هذه النشاطات أن يكون قادرا على تصميم إعلان دعائي أن يكون قادرا على التخطيط لكتابة عرض تسويقي وأن يكون قادرا على التطبيق على إعداد محاور مؤتمر مصغر وتنفيذه على مستوى المدرسة لاحظوا هذا التدريب الإعلان الدعائي نوع من العروض التسويقية إذن العروض التسويقية أشمل من الإعلان الدعائي يتميز بالإيجاز والإثارة وجمال الإخراج إذن الإجاز في اللغة الإثارة في اللغة كذلك في عبرات اللغة الإخراج في الشكل إذن الإعلان يحتاج إلى هذه الأمور مجتمعة لدينا هنا هذا الإعلان لو أردنا الدخول إلى إعادة تصميم هذا الإعلان كما هو مطلوب يقول لاحظ الإعلان الآتي إنه نشاط نفذه طلاب الصف الثاني الثانوي هل يمكنك أن تحاكيه؟ هل يمكنك أن تعيد تصميمه؟ ليكون أكثر إثارة وجاذبية إذن مطلوب منا أو لدينا عدد من الخيارات سنختار إعادة تصميم أو صياغة اللغة لاحظوا هنا أخي الطالب يدعوك طلاب الصف الثاني الثانوي إلى حفل الإبداع حيث التميز والإمتاع العبارات المسجوعة يعني طريقة قديمة مطروقة يعني أول ما عرف عن العرب العبارات المسجوعة أو السجل لذلك قد تكون جميلة في بعض الأحيان ولكن إذا كثرت تكون مملة موعدنا الأربعاء الثامنة والعشرين من الشهر الثاني التازع صباحا من فقراتنا الخيمة الشتوية وما أكثر ما سمعنا في الخيمة الشتوية ركن القهوة أشياء مطروقة اشتراك الرسام المبهر معنا ركن الإبداع كثير من العبارات مطروقة في هذا الإعلان لو أردنا إعادة تصميم هذا الإعلان أو إعادة صياغة اللغة في الإعلان ماذا نقول من الصياغات المقترحة مواهب مبهرة لأن هذه العبارة أخي الطالب هذه عبارة ليست دعائية وليست مثيرة هي عبارة عادية ممكن نستبدلها بمواهب مبهرة يدعوك طلاب الصفة الثانية الثانوي إلى حفل الإبداع والتميز والإمتاع القسم الأول من هذه العبارة يفتقد الجاذبية أو الإثارة فهو كلام تقريري ويوحي بأن هذا العمل قد لا يكون محصورا على طلاب الصفة الثانوي هنا ممكن نقول إعداد وتنفيذ طلاب الصفة الثانوي هنا العمل الطلابي بحت وأبعدنا احتمالية اشتراك الغير معهم إذن وهنا بدل موعدنا الأربعاء ممكن نقول نسعد بكم صباح الأربعاء بدل الساعة التاسعة نعطي رسم أو صورة للساعة التاسعة من فقراتنا بدل الخيمة والركن القهوة وركن الإبداع هي أشياء جميلة ولكنها مطروقة وتعودت عليها الأسماء ممكن نقول الرسام المبهر ممكن نقول العرض المسرحي هذه الأشياء تحمل عنصر المفاجأة في المتلقي لا يعلم ماذا سيقدمه الرسام المبهر العرض المسرحي كذلك الزائر أو المتلقي لهذا الخبر أو لهذا المشاهد لهذه العبارة لا يعلم ما بداخل هذا العرض أو ما محتواه إذن هذه الأشياء مقترحة لإعادة تصميم أو لإعادة صياغة اللغة في هذا الإعلان وهنا ننتقل إلى هذا التدريب يقول جرب قدرتك على الدعاية تخيل أنك ستجني أرباحا كبيرة إذا تمكنت من بيع كمية كبيرة من هذا النوع من السيارات لاحظوا هذه السيارة ولدينا هنا بعض المعطيات لضبط العمل الدعائي لاحظوا هنا قال ألفاظ مؤثرة تشبهات استعارات قصة لأحد المشترين أقوال المشاهير المشترين إذن هنا حدد أو هذه المحددات حددت لنا التوجه المطلوب للإعلان أعطونا هنا بعض العبارات أمان على أصعب الطرق شكل بديع جذاب ممكن نقول في هذا المعنى مزايا فريدة لن تجدها في غيرها السرعة الأمان الجاذبية التشبيهات والاستعارات ممكن نأخذ تشبيه قصير ويعطي دلالة مثيرة جدا انطلاقة كالرصاصة قصة لأحد المشترين إذن لابد للمشتري أن يضمن هذه القصة مزايا فريدة لهذه السيارة تختلف عن غيرها وتختص بها لاحظوا هذه القصة أحمد أحد الأشخاص الذين اقتنوا هذه السيارة أنقذت حياته عندما غلبه النوم وليس النعاس الرجال رقد في السيارة عندما غلبه النوم في إحدى الطرقات حيث توقفت السيارة في مكان آمن قرب الطريق السيارة إذن مزودة بتقنية ذكية فهي لا تسير إلا والسائق بكامل وعيه إذن هذه قصة لأحد المشاهير تضمنت هذه الميزة التي هي في الحقيقة حلم أقوال المشاهير المشترين لاحظوا هنا شخص معين صاحب الإصدارات الشهيرة في التنمية البشرية يقول هي سيارة المفضلة شهير آخر لاعب كرة قدم يقول استقررت على هذه السيارة بعد تجربة طويلة مع عدد من السيارات إذن هنا نكون أكملنا هذه المحددات للعمل الإعلاني وهنا ننتقل إلى التدريب الحادي عشر لاحظوا في التدريب الحادي عشر هذه المقدمة يقول أسهمت وسائل الإعلام المختلفة التلفاز الإذاعة الصحافة الإنترنت أسهمت هذه الأشياء جميعا في رفع درجة الوعي لدى المواطن العربي وقربت بين أبناء الأوطان العربية وأشركت بعضهم في هموم بعض وقلصت الفوارق بين اللهجات المحلية واللغة الفصحة إلى غير ذلك من الفوائد والإسهامات الإيجابية التي لا نستطيع حصرها لكنها مع ذلك لا تخلو لا تخلو من سلبيات كبيرة وأخطار فادحة على مستوى الأخلاق والعادات والقيام الاجتماعية إذن المطلوب اعقد مع زملائك في الفصل مؤتمرا علميا يناقش قضايا الإعلام ما له وما عليه قوموا بالأدوار الآتية توزيع الأدوار بحسب الجدول المرفق سنطلع على الجدول بعد هذه الشريحة إذن لدينا توزيع أدوار في جدول كل فريق يعرف دوره بدقة تحديد موعد إنعقاد المؤتمر وهذه من الأشياء المهمة الموعد مع تحديد موعد نهائي لتسليم أوراق العمل والعنصر الزمني هنا مهم في عالم المؤتمرات لضبط العمل وتحديد وقت استقبال الأوراق أوراق العمل وتحديد وقت إنعقاد المؤتمر هنا يقول تنفيذ كافة أعمال المؤتمر مع قراءة أوراق العمل ومناقشتها ثم قراءة التقرير النهائي نحن أمام مؤتمر بمواصفات المؤتمر العالمي ولكنه على مستوى المدرسة كل الأشياء التي يحتاج إليها أو تحتاج إليها المؤتمرات العالمية سنجدها هنا بمؤتمرنا المصغر على مستوى المدرسة عمل جميل جدا لذا ينبغي للطالب أن يتعلم الخطوات التي سنستعرضها الآن ويستفيد منها لاحظوا هذا الجدول فيه توزيع الأدوار وفيه كذلك العمل المطلوب وفيه أسماء المشاركين إذن العمل على شكل فرق لدينا هنا فريق مسؤول عن ماذا؟ عن أوراق العمل المقدمة أو نقول أنه فريق الباحثين وهذه محاور المؤتمر ثلاثة الورقة الأولى الثانية الثالثة لاحظوا في الورقة الأولى يناقش هذا المحور تطورات الإعلام المتلاحقة إذن لدينا عدد من الأشخاص كما تشاهدون أمامكم ستة يناقشون هذا المحور تطورات الإعلام المتلاحقة المحور الثاني بعنوان إنعكاسات الإعلام الرقمي على التواصل بين الشعوب وفيه ستة أعمال وهذه أسماء المشاركين والتوزيع هنا ستة كذلك إذن لدينا ستة أبحاث تندرج تحت هذا العنوان الورقة الأخيرة الإعلام الجديد بين ضرورة المصالح ومخاطر الأخلاقيات عنوان مهم ومثير ويلامس هموم الناس إذن المشاركون بهذا المحور نجد أسماءهم هنا وهم ستة كذلك الجميع يقدمون أوراقهم تحت هذا المحور أو تحت هذا العنوان نستكمل هذا الجدول لاحظوا لدينا هنا شخصان مكلفان بعمل محدد إذن في الحفل الخطابي أحد الأشخاص مكلف بكلمة الافتتاح والآخر بكلمة الاختتام إذن هنا يدرج اسم الزميل المكلف بكلمة الافتتاح وهنا يدرج اسم الزميل المكلف بكلمة الاختتام ومزال لدينا بعض الفرق العاملة في هذا المؤتمر يا ترى ما هذا الفريق الذي سنكشف عنها الغطاء الآن إنه فريق كتابة التقارير عن هذا المؤتمر هذا الفريق مهمته تقرير أو تقارير بمجريات المؤتمر مع ملخص لأوراق العمل والنتائج والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر إذن هنا تدرج أسماء المكلفين بكتابة التقرير عن المؤتمر وكما تلاحظون مكلف بهذا العمل فريق وليس شخصا واحدا وبعد كتابة التقرير ماذا تتوقعون لدينا الحملة الدعائية الحملة الدعائية ما مهامها إذن مهمة الحملة الدعائية تصميم إعلانات دعائية للمؤتمر وتعليقها في ساحات المدرسة إذن لدينا فريق في الحملة الدعائية وهنا تدرج أسماء هذا الفريق وأخيرا لدينا العلاقات العامة وما مهمة هذا الفريق الذي يعمل في العلاقات العامة للمؤتمر هذا الفريق يقوم بكتابة رسائل دعوة إلى عدد من الإداريين والمعلمين وقائد المدرسة لحضور المؤتمر وهنا تدرج أسماء هذا الفريق المكلف بالعلاقات العامة وبذلك نكون أنهينا أعمال هذا المؤتمر المصغر على مستوى المدرسة وكما تشاهدون فهو يشتمل على عناصر المؤتمرات العالمية فهو يعتبر مؤتمر عالمي ولكنه بشكل مصغر على مستوى المدرسة العمل رائع جدا وكذلك ممتع لو يقوم به عدد من الطلاب لا وجدوا فيه المتعة والفائدة وإلى هنا نتوقف ونستودعكم الله ونلتقيكم غدا بمشيئة الله موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما دائمين أتميني أكمليني على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعده إخواني الطلاب أخواتي الطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله بياكم في هذا الدرس الماتع بإذن الله تعالى والذي يتعلق بعلم الكراءات وبالتحديد مع أصول رواية ورش عن نافع المدني رحم الله الجميع رحمة واسعة ودرس هذا اليوم يتعلق بأصل من أصول رواية ورش عن نافع وهو الوقف على أواخر الكلم وعلى مرسوم الخط نأتي بإذن الله تعالى إلى هذا الدرس نقف على الأهداف المرسومة من هذا الدرس وتفاصيله بإذن الله تعالى في هذه الدقائق بإذن الله تعالى نأتي وياكم إلى الوقوف على الأهداف التي نرجو الله جداًا إلا وعلا أن تتحقق من خلال هذا الدرس فنقف على أول هدف من أهداف هذا الدرس وهو أن نتعرف جميعاً على معنى مرسوم الخط نتعرف على المراد بمرسوم الخط أيضاً أن نعرف مذهب ورش في الوقف على واخر الكلم وكذلك الوقف على مرسوم الخط أيضاً من الأهداف التي نرجو الله تعالى أن تكون حاضرة من خلال هذا الدرس أن يراعي القارئ للقرآن الكريم مذهب ورش في الوقف على أواخر الكلم وعلى مرسوم الخط إذن أبرز الأهداف التي نرجو الله تعالى أن تكون متحققة وحاضرة من خلال هذا الدرس ننتقل إياكم على أول أمر نتعلق بهذا الدرس وهو نعرف بعض المصطلحات التي في هذا الأصل قبل الدخول في تفاصيل هذا الأصل السؤال المطرقوح الذي يقع في ذهن كل مشاهد لهذا الدرس ما المقصود بأواخر الكلم وما المقصود بمرسوم الخط ما المقصود بأواخر الكلم وكذلك ما المقصود بمرسوم الخط طبعاً أواخر الكلم يقصد بها الحرف الأخير من الكلمة مثلاً لو قلت القرآن ما الحرف الأخير في القرآن حرف النون فإذا وقفت على النون كيف أقف عليها هل هو بالسكون كما هو الأصل عند العرب أو بأمر آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى إذن نعني بالوقف على أواخر الكلم هو الوقف على الحرف الأخير من الكلمة كيف أقف كيف أقف هل هو بالسكون أم بحركة أخرى هذا ما سيظهر إن شاء الله من خلال هذا الدرس أيضاً مرسوم الخط ما المقصود به هو رسم المصحف الشريف نعلم جميعاً أن كتاب الله جل وعلا جمعه الصدق رضي الله عنه في خلافته وجمعه بعد ذلك عثمان رضي الله عنه ورسمه رسماً معروفاً وأصطلح عليه بالرسم العثماني هذا هو مرسوم الخط المرسوم مرسوم الخط يعنى به رسم المصحف الشريف الذي هو بين أيدينا بحمد الله تعالى سؤال أيضاً آخر متعلق بهذا الرسم العثماني وهو هل هذا الرسم العثماني اجتهادي بمعنى لي ولك أيها الطالب وكذلك للطالبة أن تغير فيه أم أنه رسم توقيفي مبنى على التوقيف لا يحل تغيره القول الصواف بهذا أن الرسم المصحف الشريف توقيفي كان بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه فلا يجوز الكتابة للمصحف بغيره بمعنى لو أن شخصاً كتب كتاب الله تعالى من فاتحته إلى خاتمته برسم آخر مثلاً كالإملاء فإن هذا لا يجوز لكن لو كتب آية مثلاً أو نحوها لا بأس أن يكون برسم آخر لكن رسم المصحف كله وجمعه بخط ورسم آخر غير الرسم العثماني هذا لا يجوز مخالفته وهذا بإجماع أهل العلم وهو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرسم له خصوصيته وله اعتباره وله دلالته وهو أيضاً يحتمل جميع قراءات الوالدة كل قراءات العشر تجد أن الرسم العثماني يحتملها وهذا إن شاء الله سيتضح معنا في لاحق هذا الدرس بإذن الله تعالى إذن نقول إن رسم المصحف الشريف رسم توقيفي لا يحل ولا يجوز تغييره أو تبديله بغيره فيرسم المصحف بهذا الرسم الذي عليه مصاحفنا بحمد الله تعالى في بلاد الإسلام إذن نأتي إلى مصطلح آخر في هذا الدرس وهو مصطلح الوقف ماذا نعني بالوقف ماذا نعني بالوقف الوقف على أواخر الكلم الوقف على مرسوم الخط ماذا نعني بالوقف طبعاً الوقف في اللغة هو الحبس المنع القاطع قل ما شيء من العبارات التي تعطي هذا المعنى في اللغة لكن الذي نريده هو معنى الوقف في الاستلاح لاحظ معي أن معنى الوقف في الاستلاح قطع الصوت فأنا أقرأ وأتوقف وأقطع صوتي عن القراءة على آخر الكلمة أو على آخر الآية مثلاً فهو قطع الصوت عن القراءة زمناً وهذا الزمن فيه تنفس وبهذا نعرف الفرق بين الوقف وبين السكوت السكت فالسكت هو قطع الصوت بلا تنفس كما هو عند حفظ في مواضع مثلاً في قوله جل وعلا كلا بل رانة هنا سكت بلا تنفس إذن عندنا وقف وعندنا سكت وعندنا قطع عندنا ثلاث مصطلحات الذي يعنينا هنا هو الوقف لكن أردت فقط التفريق بين هذه المصطلحات الثلاث إذن الوقف هو قطع الصوت عن القراءة زمناً يتنفس فيه القارئ بنية الاستئناف يعني ينوي أن يكمل مثلاً أنا سأطبق هذا في مثلاً الفاتحة سأقرأ الفاتحة وأقف كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف على رأس كل آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنفس الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا فأنا أقرأ الآية الأولى وفي نية أن أكمل قراءة ولا أقطعها لكن لو أنني توقفت وختمت قراءة يسمى هذا قطعاً وإذا لم أتنفس بين الكلمتين أو الآيتين يسمى هذا سكتاً هذا ما يتعلق بهذه المصطلحات إذن عرفنا المقصود بأواخر الكلم وكذلك المقصود بمرسوم الخط وعرفنا كذلك الرسم المصحف الشريف وهل يجوز تغييره أم لا وكذلك عرفنا المراد بالوقف ننتقل وإياكم إلى تفاصيل هذا الدرس متعلقة بمذهب ورش في الوقف على أواخر الكلم وعلى مرسوم الخط وهذا سؤال بين أيدينا ما الأصل في الوقف على أواخر الكلم طبعاً إذا قلت ما الأصل ولم أحدد قارئاً يعني عند جميع القراء ما الأصل والمقصود بالأصل يعني ما الأمر الذي هو الدارج في كلام الناس وعند العرب العرب كما تعلمون لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن هذه قاعدة عند العرب فالعرب لا يقفون على متحرك ولا يبدأون بساكن إذن الأصل هو الإسكان فأنا أقف على أي كلمة بالسكون كما قرأت قبل قليل الفاتحة الحمد لله رب العالمين لاحظ النوم سكون لكن لما أصل الحمد لله رب العالمين لاحظ العالمين فالنوم متحركة مفتوحة لكن لما وقفت لا يسعني إلا أن أقف بي أقف بماذا؟ بالسكون إذن الأصل في الوقف على أواخر الكلمة هو السكون قال الشاطبي رحمه الله تعالى والإسكان أصل الوقف الإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل فالإسكان هو أصل الوقف الإسكان هو أصل الوقف والعرب كما قلنا قبل قليل لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن إذن هذا ما يتعلق بإجابة هذا السؤال في الوقف ننتقل وإياكم إلى أيضا أمر آخر في هذا الأصل المتعلق بمذهب ورش عن نافع المدني وهو ما مذهب ورش في الوقف على أواخر الكلم وما مذهبه في الوقف على مرسوم الخط هذا السؤال هو لب هذا الدرس نريد أن نعرف هل أرش كحفص لأن حفصا يقف على أواخر الكلم بالإسكان هل ورش يوافق حفصا أم لا سنأتي على هذا بإذن الله جل وعلا إذن هنا زاد ورش على الوقف الإسكان أمران يعني أن ورشا موافق لسائر القراء في الوقف بالإسكان هذا هو الأصل عنده وعند غيره بمعنى أن ورشا يقف على أواخر الكلم بماذا بالإسكان لكن له مذهب آخر يزيد فيه على غيره ممن يقرأ أو يقف في الإسكان وهو الروم والإشمام الروم والإشمام ما هو الروم ما هو الإشمام هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى من خلال هذا العرض إذن الروم الشاطبي عرفه بتعريف لا مزيد عليه وأنا أردت أن تأخذ تعريفه من أبيات الشاطبية ما هو الروم قال الشاطبي ورومك اسماع المحرك لاحظ ساكتا بصوت خفي كل دان تنولا هذا الروم يعني أنك تنطق بالحركة التي وقفت عليها حركة الحرف الذي وقفت عليها بصوت خفيف يسمعه القريب دون البعيد منهم من قال ينطق بثلث الحركة أو ثلثيها فتقف على هذا الحرف المتحرك إما بضم أو بكسر ببعض الحركة نضرب مثالا في الضم وإياك نستعين لاحظ في الوصل لأنه في الوصل نستعينه دنا فإذا أردت أن أقف لوارش مثلا على هذه الكلمة وأردت الروم فإنني أقرأ وإياك نستعينه فأنت الآن لا تسمع صوتي لأنني بيني وبينك مسافة لكن من هو قريب مني يسمع الحركة التي أنطق بها وهي الضمة نستعينه لاحظ الصوت خفيف جدا هذا قال الشاطبي بصوت خفي كل دال تنول يعني الذي يدن منك يتناوله يعني يسمعه أما البعيد فلا يسمعه قد سيأتي بإذن الله تعالى ما الفائدة من هذا الروم والإشمام هذا بإذن الله تعالى سيأتي في تنايا هذا الدرس إذن المهم أن نعرف ما المراد بالروم كما قال الشاطبي وَرَوْمُكَ إسمع المحرك لاحظ ساكتا بصوت خفي كل دان تنول هذا هو هو الروم أن تسمع أن تسمع الذي هو قريب منك حركة هذا الحرف الأخير من الكلمة ما حركته ضمة أو كسرة فتشير بصوت خفيف يسمعه القريب يعلم أن هذا هذه الكلمة متحركة بضمن أو متحركة بكاسر أو جر طيب نأتي على أيضا مصطلح الإشمام ما هو الإشمام أيضا نعرف أن الشاطبي عرف الإشمام فقال والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلى الإشمام تشير بالشفتين إلى أصل الحركة طبعا عندكم عندنا في إقراءة حفص ليس هناك إشمام إلا في قوله جل وعلا في سورة يوسف لا تأمنا أصل قوله جل وعلا ما لك لا تأمنا لا تأمننا لاحظ معي لا تأمنوا هناك نون أضغمت النونين في بعضهما فأصبحت لا تعرف الحركة فأنت عندما تنطق بالإشمام تشير بشفتين إلى أصل هذه الحركة ما لك لا تأمن لاحظ معي سمونك كز شفتين حتى إن بعض المقرئين الذين لا يبصرون يضعوا راحته قريبا من شفتي القارئ حتى يدرك هل أتى بالإشمام أم لا فليس هناك صوت هذا قال الشاطبي بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل ممكن نعرف ضم الشفتين بعيدا نطقي بالحرف الأخير من الكلمة من غير صوت وبدون تراخي يعني مباشرة لا يكن تراخي أو وقت بينهما إذن بهذا عرفنا هذين المصطلحين الروم والإشمام سيأتي إن شاء الله مبحث آخر متعلق بهذا الأصل وهو ما الفائدة من الروم والإشمام ننتقل إلى هذا هذه الجزئية والسؤال المطروح هنا والذي سيكون حاضرا لدى من يشاهد هذه الحلقة ما الفائدة من الروم والإشمام هناك فوائد كثيرة لكن نذكر أبرز الفوائد التي نستفيدها من الروم والإشمام أول فائدة أن نعرف نوع الحركة حال الوصل لأنك إذا وقفت بالسكون المستمع الذي لا يرى قد يكون كثيف أو قد يكون ليس عنده مصحف فالذي يستمع إليك عندما وقفت على الكألة آخر الكلمة بالسكون لا يعرف هل هي مرفوعة مضمومة هل هي مجنورة مكسورة فأنت تعرفه هذا بالروم تعرفه بالروم إذن نعرف 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 بالروم حال الحركة هل هي ضم أو رفع أو هل هو جر أو هو كسر إذن هذه من الفوائد التي نجنيها من خلال الروم وكذلك الإشمام كذلك أيضا من الفوائد الإشارة إلى حركة الإعراب يعني نشير فالقارئ الذي يقرأ لك بالروم يشير لك إلى الحركة العرابية لماذا هو مرفوع لماذا هو منصوب تعرف الحركة إذا كان في التباس في التباس بين هل هذا مرفوع أو الآخر مرفوع والمثال يتضح به المقال انظر معي إلى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فلاحظ معي أن العلماء مرفوعة فالأصل الآية يخشى العلماء من الله فالعلماء مرفوع أم الذين يخشون الله جل وعلا فأنت عندما تقرأ بالروم وتنطق ببعض الضمة التي على الهمزة في علماء تشير إلى أن حركة الإعراب هي الضمة تشير إلى أن هذه الكلمة مرفوعة وهذه القراءة المعتبرة الصحيحة ولا لا ينبغي أن يعدل عنها إلى ما يذكره بعضهم عن هذه الآية فهذه الآية هكذا رسم الكلمة وهذه هي الحركة على الهمزة في قوله العلماء فعندما الالتباس يقرأ القارئ إذا وقف على العلماء ببعض الضمة حتى يشير إليك أيها المستمع أن أصل أصلها الرفع وأن الهمزة مضمومة أيضا مثال آخر في قوله جل وعلا والحب ذو العصف والريحان هنا التباس ما هو التباس لأن العصف مجرور فيظن بعض من يسمع ولا ينظر في المصحف أن الريحان معطوف على العصف فيكون مجرور وبعضهم هكذا يقرأ والحب ذو العصف والريحان والصحيح أن الريحان معطوف على الحب والحب هنا قراءة أخرى طبعا هنا قراءة أخرى تقرأ بالعطف على العصف لكن القراءة التي لحفظ هنا والحب ذو العصف والريحان فإذا قرأ بالروم في الريحان أفاد كأنه يقرأ يقرأ بعطف الريحان على الحب أيضا مثال آخر في قوله جل وعلا ذو العرش المجيد فيها قراءتان ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد طبعا إذا قلت المجيد على قراءة من قرأ بالرفع بالرفع المجيد فتكون صفة لذو ذو العرش المجيد وإذا قرأت من قراءة من يقرأ بخفض المجيد تكون تكون المجيد صفة لماذا صفة للعرش إذن فهنا تبين من خلال الروم في المجيد بالرفع أن الكراءة هنا كراءة من يقرأ برفع المجيد كونه صفة لذو إذن هذه من بعض فوائد الروم والإشمام هذا ما يتعلق بهذه الفوائد وغيرها كثير ولذلك ينبغي لك أن تعرف هذه الفوائد حتى تكون أمكن بإذن الله في فهم هذا الأصل ننتقل إلى جزئية أخرى متعلقة بهذا الأصل وهو ما الحركات التي يكون فيها الإشمام والروم هل في كل حركات في الفتحة والنصب في الضم في الرافع في الجار والكسر أم أن هناك حركات خاصة طبعا الروم والإشمام يقعان في المضموم والمرفوع قد يقول قائل لماذا تعطف لماذا مضموم مرفوع الرفع لا يكون بالضم فقط الرفع لا يكون بالضم فقط قد يكون بالضم وقد يكون بغيره لذلك فالرفع الضم علامة وأما الرفع فهو حالة كما هو عند النحويين لكن الروم يزيد على الإشمام أنه كذلك مع وقوعه في المضموم والمرفوع فإنه يقع في المكسور والمجرور لكن يمتنع وقوع الإشمام والروم في المفتوح والمنصور نأتي إلى كلام الشاطب رحمه الله تعالى في هذين البيتين يقول وفعلهما الضمير يعود على الإشمام لأنه ذكر الإشمام وعرفه قبل قليل والروم كذلك وفعلهما يعني فعل الروم والإشمام في الضم والرفع وارد يعني أنهما يقرأ بهما في ماذا في الضم والرفع ورومك يعني أن الروم يزيد على الإشمام قال عن الجر والكسر والصلة فيزيد الروم أنه يكون في المضموم والمرفوع ويكون في المجرور والمكسور ولم يره في النصب والفتح قارئا ليس هناك قارئ من القراء السبعة بل والعشرة يعني يقرأ بإشمام أو روم في مفتوح أو منصوب وعند إمام النحو في الكل أعملا إمام النحو من هو سبويه كما هو معروف لدى الجميع هذا ما يتعلق بهذا الأصل لورش وإن شاء الله سيكون هناك إكمال لهذا الأصل لورش رحمه الله ونقف على تطبيقات متعلقة بهذا الأصل والله جل على أسأل لولكم التوفيق والإعانة وأن ينفعنا بما نقول نسمع والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أبنائي وبناتي حياكم الله بحصة تتميز بميزة عظيمة وهي تلاوة آيات من كتاب الله عز وجل ابتدأنا في هذه الحصص حفظ سورة القصص أتمنى أن تكونوا قد أنهيتم حفظ الآيات التي تنولناها بالأمس هل أنهيتم الواجب وهو حفظ الآيات بالأمس بارك الله فيكم اليوم بإذن الله سنتابع حفظ الآيات من سورة القصص حفظ فاختتمنا الآيات السابقة بما يدل على رحمة الله عز وجل بأم موسى عندما رجعه الله إليها لترضعه نتابع اليوم ما تبقى لنا من الآيات فكونوا معي لكن قبل ذلك كما تعودنا لا بد أن نقرأ بعض الأهداف التي نرغب في تحقيقها في كل حصصنا فكونوا معي بارك الله فيكم هدفنا الأول وهو تلاوة الآيات تلاوة صحيحة سليمة من الأخطاء الثاني طبعا استخراج الكلمات الغير واضحة وهذا له فائدة في حفظ الآيات وتثبيتها تطبيق أحكام التجويد خصوصا وأنكم تدرسون التجويد كمادة مستقلة تصويب الأخطاء التي قد تصدر و عن طريق استخدام جدول التصويب أيضا نعمل دائما مقارنة بين القراءة الصحيحة والقراءة الخاطئة من أجل عدم الوقوع في الخطأ تنبيهاتنا طبعا لا ننسى التأدب وهذا أول الأداب بأداب التلاوة تنبيهاتنا اليومية وأولها كما تعودنا لا بد من تعظيم كلام الله عز وجل أن نعظم كلام الله عز وجل أيضا نخلص في ذلك في هذه التلاوة وهذا الحفظ العمل لله عز وجل الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم نحرص دائما فالشيطان يقتنص الفرص من أجل إفساد العبادة على المؤمن فنحرص على الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا نحرص على البسملة التأني والتمهل أثناء تلاوة القرآن الكريم من الأمور المهمة جدا أن نتأنى ونتمهل بل نرتل القرآن قال تعالى ورتل القرآن ترتيل ففي التأني وفي التمهل فالتأني والتمهل يساعدنا على الجودة في التلاوة وأيضا يساعد على الحفظ السليم لأن السرعة في التلاوة تؤدي إلى كثرة الأخطاء أيضا احترام القرآن نهتم بتعظيم كلام الله عز وجل واحترام القرآن فهو خير الكتب وعدم التشاغل عن هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل بأي شاغل من شواغل الحياة نتدبر الآيات ونتأمل هذه الآيات ونفهمها كلما تأملنا وفهمنا هذه الآيات كان ذلك كان هذا يساعدنا على حفظ وإتقال الآيات وكذلك يؤدي إلى تطبيقها في حياتنا هل تتذكرون معي ما هي هذه الآيات يلا من سيقرأها من سيقرأها نعم تفضلي نعم نعم ممتاز بارك الله فيه هذه الآيات السابقة التي وقفنا عندها وهي الآية الثالثة عشر عندما ذكرت لكم كيف رحم الله عز وجل أم موسى عندما حرم عليه المراضع ورجع إليها سنتابع اليوم الآيات من الآية الرابعة عشر للآية ثمانية وعشرين هذا هو جدول التصويب الذي تعودنا عليه هذه هي الآيات لنتأملها قليلا لاحظوا معي بعض الكلمات التي سأرشدكم إليها وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ نَنْتَبِهُ أَشُدَّهُ وَلَيْسَتْ أَشُدُّهُ فَنَنْتَبِهُ يَا أَحْبَابِي لِلْحَرَكَةِ عَلَى الدَّالُ وَالْشَدَّةِ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَاهُ إذن ماذا يوجد هنا لدينا مد فننتبه ونحن نتلو الآيات إلى حكم المد حكما وعلما التنوين بعده حرف من حروف الإضغام حكما وعلما وننتبه أيضا في الجيم للإقلاب وكذلك نجزي للمحسنين انتبهوا نجزي وليست نجزية في هذه الآية أتت بالكسر هنا أيضا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِي ننتبه رجولين وليست انتبهوا وليست رجلين ننتبه فالضم إذا أخللنا بالحركة يخلف المعنى فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِي يَقْتَتِلَان ننتبه أيضا هنا للتاء وأيضا القاف المفخمة وعليها سكون إذا ستقلقل فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِي يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَعَتِه لاحظت شيعته وقفت عليها وَهَذَا مِنْ عَدُوِّه أيضا وقفت هنا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى ما معنى وَكَزَهُ؟ ما معنى وَكَزَهُ مُوسَى؟ فَوَكَزَهُ إِذًا ضَرَبَهُ ضَرَبَهُ بِيَدِهُ فَقَضَى عَلَيْهُ ننتبه للضاد فَقَضَى وَلَيْسَتْ فَقَضَى أو فَقَضَى قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ننتبه وهنا فيها فائدة وهي الحذر الحذر من ماذا؟ من ماذا؟ تفضلي نعم من وساوس الشيطان بارك الله فيك إنه عدو مضل مبين لاحظت الإضغام الكامل بغنى عدو مضل مبين تضحت فيه هل هناك أي استفسار؟ أي سؤال؟ نستمع للآيات وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ بارك الله فيكم على تعظيم كلام الله نتابع يا أحبابي الآن ما تبقى لنا من الآيات التي سوف نحفظها بإذن الله تعالى لاحظوا معي بعض الكلمات هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي بما أنعمت علي انتبه هنا ما نحطيها لاحظوا أيضا في مجال في الدعاء قال ربي بما أنعمت علي وقفت هنا ربي وليست قال ربي فننتبه قال ربي بما أنعمت علي بالأمس سألتكم عن بعض المدود هل تتذكرون ما نوع هذا المد؟ ما نوع هذا المد؟ يلا يا أحبابي ما نوع هذا المد؟ تفضلي ممتاز ممتاز مد جائز منفصل مقداره إلى خمس حركات بارك الله فيكم فلن أكون ظهيرا للمجرمين طبعا ماذا يقصد ظهيرا؟ أي معينا معينا لمن؟ للكفار المجرمين ننتبه للقلقلة في الحرف للمجرمين طيب أنا لما قرأت للمجرمين لغوي مبين هل تتذكرون أيضا ما نوع هذا المد؟ لما ذكرت أننا نأتي عند الوقف بهذا المد على إما أثنين حركتين أو أربع أو ست من؟ تفضلي ممتاز ممتاز بطلة نعم مد عارض للسكون بسبب الوقف لكن يكون المد على وثيرة واحدة إذن ننتبه فأصبح في المدينة خائفا يترقب طبعا ما المقصود يترقب؟ ما معنى يترقب؟ يترقب طبعا هو ضرب الرجل فإذن يترقب ماذا؟ يترقب نعم أيوة ممتاز أن يصيبه مكروه من فرعون بارك الله فيك فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه هنا ننتبه للتاء والصاد ونحن نقرأ الآيات يستصرخه ممكن البعض بسبب حرف التفخيم الصاد يقرأ التاء يستصرخه فننتبه هنا تاء محرف مرقق يستصرخه وقفت عليها هل تذكرون هذه العلامة؟ علامة الجيم؟ نعم ماذا تعني هذه العلامة؟ يلا تغذية راجعة تفضلي ممتاز جواز الوقف والوصل أيضا قال له موسى إنك لاحظوا هنا أريد أن ألقي الضوء على هذه الكلمة إنك لغوي مبين ننتبه للام وغوي فالبعض يفهم الكلمة بشكل آخر هي اللام هنا حرف مستقل لا لغوي وليست لغوي من اللغة أنت يعني صاحب لغة ولكن يقصد بغوي هنا الغواية الضلال فننتبه إنك لغوي مبين واضح طيب هذه الكلمة أيضا من الآية فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لاحظت يب لدي قلقلة في ألباء أيضا هنا وجاء رجل من أقصى لاحظت القاف عندي القاف والصاد كلهم حرفين مفخمين فلننتبه عند النطق وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى واضح ممتاز ننتبه أيضا هنا إلى هذه الكلمة إن الملأ يأتمرون بك ما معنى يأتمرون بك؟ القوم يأتمرون بموسى في ماذا؟ يتشاورون في أمره في ماذا؟ ليقتلوك إذن ننتبه للحركات قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج ننتبه للراء طبعا الراء مفخم وعليه ضم فننتبه فلا أقرأ وفخرج فاخرج إني لك من الناصحين واضح الآيات مرة أخرى فخرج منها خائفا يترقب لاحظوا الآية هنا فأصبح نربط بين الآيات متشابعة فأصبح في المدينة خائفا يترقب وهنا فخرج منها خائفا يترقب ننتبه ونحن نحفظ الآيات للآيات التي تتشابه واضح في أي سؤال إذا نستمع الآيات قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين بارك الله فيكم على حسن استماعكم وإنصادكم لآيات الله عز وجل نتابع هذه هي الآيات أريد أن أنبه إلى بعض الكلمات وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاء مَدِينَ قَالَ عَسَى رَبِّي قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي أَنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيل ننتبه هنا يَهْدِينِي ننتبه وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً من الناس وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً من الناس يَسْقُون وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَان ما المقصود بتذودان؟ تذودان امرأتين تذودان أي تمنعان تمنعان أغناء مهم قَالَ مَا خَطْبُكُمَا مَا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ننتبه للحركات ما خَطْبُكُمَا طبعاً في قلقلة في الطاء ما خَطْبُكُمَا في عندي الخاء والطاء كلهم من حروف التفخيم لكن ما من قلقل سوى الطاء ما خَطْبُكُمَا ما خَطْبُكُمَا ننتبه هنا إلى الراءات قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ لاحظوا هنا الراء حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ هنا عندنا الراء مفخمة فلنتبه ونحن نقرأ أن هذه مرققة وهذه مفخمة حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ واضح بأي سؤال واضح الآيات طيب وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلُ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصاد نتابع يا أحباب طبعا هذا ما سنقف عليه إلى الآية 28 أحب أن ألقي الضوء فقط على بعض الكلمات هنا تمشي كيف تنطق تمشي على من سينطق هذه الكلمة تفضلي ممتاز على استحياء على استحياء إن قالت واضح استحياء في همزة وصل طيب هنا من سيقرأ لي هذه الكلمة تفضلي نعم ممتاز ليجزيك انتبهت بارك الله فيها للحركة على الياء فقرأتها ليجزيك ولم تقرأها ليجزيك ممتاز رائع بارك الله فيكم هنا أيضا هذه الكلمة طبعا وللتوضيح هذه على أن تأجرني ثمانية حجج حجج بكسر الحاء حجج وليست حجج لأن حجج ما المقصود بها ثمانية حجج سنين لكن حجج بضم الحاء ماذا يقصد الحجة الأدلة البرهان فننتبه أيضا لهذه الحركة فإن أتممت عشرا ننتبه إلى الشين عليها سكون فلا نقرأها عشرا فإن أتممت عشرا فمن عندك بارك الله فيكم نستمع للآيات فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل إلى هنا ننتهي من هذه الآيات لا تنسوا يا أحبابي حفظ هذه الآيات وربطها بالآيات السابقة بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حياكم الله أخواني الله في درس جديد في مادة علوم القرآن ألا وهو القصص في القرآن الكريم فحياكم الله أخواني الله أخواني الله في مادة علوم القرآن موضوع الدرس القصص في القرآن الكريم لعلنا وإياكم أخواناً لنا نأتي اليوم إلى نماذج من القصص في القرآن الكريم ذكرها الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم موضوع الدرس القصص في القرآن الكريم أمامكم خان الطلاب رابطوا الدرس الرقمي فارجوا إليه القصص في القرآن الكريم نأتي وإياكم إلى أولى القصص في درس اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عما ذكره الله تعالى عن أنبيائه في القرآن الكريم نأتي وإياكم بداية إلى قصة ذلكم النبي إلى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر أمامكم قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين إذن إخوان الطلاب نأتي بإذن الله تعالى إلى هذا النموذج نبي من أنبياء الله تعالى ابتلي فصبر عليه الصلاة والسلام حتى سمي بالنبي الصابر عليه الصلاة والسلام أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين متى نادى أيوب عليه الصلاة والسلام ربه نأتي وإياكم إلى قصة أيوب أذكرة أمامكم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مهتسل بارد وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إذن إخوان الطلاب قصة أيوب عليه السلام ذكرت في سورة الأنبياء وأمامكم في سورة صاد أيوب النبي الصابر إنا وجدناه صابرا ثم أثنى الله تعالى عليه نعم العبد إنه أواب نأتي وإياكم إلى قصة أيوب عليه السلام قال الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم منها هنا دعا أيوب ربه جل في علاه فأيوب عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى وانظر إلى دعوة أيوب أخي الطالب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر شكل عام ثم قال وأنت أرحم الراحمين فهنا تلطف في الدعاء لم يقل فاكشف الضر قال وأنت أرحم الرحم أعلم بحالي سبحانه وتعالى يعلم حال المؤمنين قال ابن القيم رحمه الله جمع هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في التملق والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إلى الله تعالى بصفته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه فأيوب عليه الصلاة والسلام كان في شدة حاجة وشدة فقر فاستجاب الله تعالى دعاءه نأتوا إياكم إلى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام كما ذكر الإمام بن حجر رحمه الله وصح ما ورد في قصة أيوب الحديث عنها ما راه بن حبان وصح الحاكم عن الزهري عن أنس أن أيوب عليه الصلاة ابتليا فلبث في بلائه 13 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان يعني للخدمة والمساعدة والإعانة فقال حدهما للآخر في يوم من الأيام لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء يعني ما هذا الذي نزل بأيوب إلا أن يكون أذنب ذنبا عظيما فذكره الآخر أي حد الخوين ذكر ذلك لأيوب فازداد حزنا ودع الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ فلما فرغ أبطأت عليه امرأته وكانت تساعده إلى أن يقوم فأبطأت عليه في الرجوع لتأخذه فقام أيوب عليه السلام فضارب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحا عليه الصلاة والسلام فجاءت امرأته فلم تعرف فسألته عن أيوب رأت أمامه شخصا سويا سليما صحيحا فسألته عن أيوب أين أيوب قال إني أنا هو وكان له أندران أحدهما للقمح والآخر للشعير فبعث الله جل وعلا سبحانه سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض إذن أخوان الطلاب هذه قصة أيوب عليه الصلاة والسلام ابتيل لذلكم البلاء ثلاث عشر عاما مريضا وقيل ثمانية عشر سنة صابرا على ذلكم البلاء حتى قال أحده الأخوين إنا نرى أن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما فحزن أيوب لقول أحد أخويه عند ذلك دعا الله تعالى فلما ذهب وذهبت به امرأته إلى مكان قضاء الحاجة أكرمكم الله إذا بأيوب عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقوم فنظر أين امرأته تأخرت عليه فإذا به يضرب برجله فيفيض الماء فيغتسل منه أيوب عليه الصلاة والسلام فيرجع صحيحا سليما معافا عفاه الله تعالى وأيوب قد فقد وذهب عنه ماله وذهب عنه كذلك ولده فلما رجع صحيحا معافا أتت إليه زوجته تبحث عن أيوب ذلكم المريض فإذا بها تفاجأ فرجل صحيح سويا أمامه أمامها فقالت هل رأيت أيوب فقال إني أنا أيوب قالت تشبهه لكن في ظنها أنا تركت ذلكم المريض فكيف رجع صحيحا سويا عافاه الله تعالى بعد أن ضرب برجله الأرض فاختسل من ذلكم الماء فرجع صحيحا سويا ثم الله جل وعلا أرسل له سحابة وثلكم السحابة أفرغت في مكان ذهبا وفي مكان آخر فضة رزقا من الله تعالى أيوب وجزاء على ما صبر عليه الصلاة والسلام وذكره للتواريخ والتفاسير أن أيوب كان رجلا كثير المال وأنه كان عنده أنعام وعبيد ومواشي وأراضي لآخره وكان له أولاده وأهلون كثر حتى حل به البلاء وفقد الأموال وفقد الأهل وابتعد عنه الناس ولم يقع أحد أحد يحنو عليه إلا زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسان إليها وشفقته عليها فكانت تتردد إليه وتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحة حتى ضعف حال وهي الأخرى وقل ماله حتى كانت تخدم الناس بالأجرة لتطعم زوجها وهي صابرة معه على محل بها من فراق المال والولد إذن الله جل وعلا عافى أيوبا عليه الصلاة والسلام فوعد هذا القصة أولا ثناء الله على أيوب هذا النبي الكريم العظيم الذي يجب أن نعرف قصته وسيرته التي ذكرها الله لنا لقي نقتدي بها فالإنسان إذا أصيب أخي الطالب ببلاء دائما نتوجه إلى الله تعالى ويدو الله تعالى نكشف عنه ذلك البلاء ثاني من الفوائد أثنا على صبر أيوب وجدناه صابرا وها هنا أهمية الصبر في البلاء يصبر الإنسان إذا أصيب بمرض على ذلك البلاء ثالثا الثناء على أيوب بهذا الوصف نعم العبد وصفه الله تعالى ورفعه إلى مقام العبودية عند رب العالمين نعم العبد إنه أواب انتهينا أخواني الطلاب من قصة أيوب نأتي الآن إلى قصة نبي الله شعيب ونأتي بنماذج من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام أولا من سورة العراف من الآية الخامسة والثمانين إلى الآية الثالثة وتسعين قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولاحظ معي أخي الطالب أن قوم شعيب كانوا ينقصون المكيال والميزان لذلك أنهاهم شعيب عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال أوفوا المكيال والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم كذلك نهاهم عن الإفساد في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها كذلكم قال الله تعالى كذلك في قصة شعيب ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسد هون شعيب يوصي قوم أولا إنهاهم عن الإيقاع بمن يكون في الطريق وعن الصد عن سبيل الله فقد كان قوم شعيب يعترضون القوافل ويعترضون من يمشي في طريقهم فكانوا يأخذون ما في بأيديهم فكانوا يسرقون ذلك من الناس فنهاهم شعيب عن ذلك ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا فيصدون الناس عن الإيمان واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين شعيب ينهى قومه ويذكرهم بما حل بالمفسدين وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين بدأ التهديد والوعيد من قوم شعيب لشعيب ومن آمن معه قد افترينا على الله كذبا أن عدنا في ملتكم بعد أن ذجانا الله منها هذا رد شعيب ومن معه شعيب عليه الصلاة والسلام قد افترينا على الله كذبا أن عدنا في ملتكم بعد أن ذجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين هنا شعيب لجأ إلى الله تعالى وسأله أن يفتح بينه بين قومه بالحق والله جل في علاه خير الناصرين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسروا بدأوا الآن يقولون لمن آمن مع شعيب إنك خاسر إن اتبعت شعيبا لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون ها هنا قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين حل العذاب بقوم شعيب فأصبحوا في دارهم جاثمين ماكثين الذين كذبوا شعيبا هذا هو مآلهم كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين هنا قال الله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين شعيب عليه الصلاة والسلام نصح قومه وبلغهم رسالة الله جل في علاه ونهاهم وأمرهم وبين لهم الحق ومع ذلك كله صدوا عن سبيل الله بل وصدوا قوم شعيب عن الإيمان بشعيب عليه الصلاة والسلام بل وأرادوا إرجاعه عما هو فيه من الحق لكن شعيبا رسول من رب العالمين عند ذلك نصر الله تعالى شعيبا فأنزل الله تعالى العقوبة على قومه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكأنهم لم يغنوا في هذه الدنيا كذلكم أخواني الطلاب قال الله تعالى في سورة هود قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ما زال الحديث عن شعيب نبيه الله تعالى وهذه الآيات في سورة هود من الآية الرابعة والثمانين وإلى مدين أخاهم شعيبا وهي كذلك الله تعالى ذكر قصة شعيب أولا في سورة العراف ثم ذكرت كذلك ثانيا في سورة هود ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصة ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين كما ذكرنا أن قوم شعيب كانوا لا يوفون بالمكيال ولا الميزان بل مع ذلك كانوا يعثون في الأرض فسادا مثل ما ذكرنا كانوا يعترضون للقوافل ذلك قال لم شعيب ولا تعثوا في الأرض مفسدين ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحبيث استمسكوا وارجعوا إلى دين الله تعالى وآمنوا بالله جل في علاه قالوا هنا بدأ قوم شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد بدأوا يستخفون بشعيب عليه الصلاة والسلام يا شعيب أنت تنهانا صلاتك تنهى فبدأوا يسخرون من شعيب عليه الصلاة والسلام ومن صلاة ثم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد كأنك أنت صاحب الحلم وصاحب الرشد عند ذلك قال لهم شعيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أنا ثابت على الصراط على الطريق المستقيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فهنا فوض أمره إلى الله تعالى وما التوفيق كله أخوان الطلاب إلا من الله جل في علاه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد هاهنا شعيب عليه الصلاة والسلام حذر قومه أن يصيب ما أصاب غيره من الأمم غيره من الأمم أصاب قوم نوح للعذاب وصاب قوم هود كذلك وقوم صالح وقوم لوط فقوم لوط متقاربين في المكان من قوم شعيب فهنا شعيب يقول وما قوم لوط منكم ببعيد يبين لهم ما أصابت لكم الأقوام ما أصابت لكم الأمم من عذاب وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه إن ربي رحم ودود سيقبل توبتكم الله جل وعلا رحيم ودود يغفر الذنب إن ربي رحم ودود ها هنا قال له قومه قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا كونك تبعك فئة من المؤمنين وفئة ضعيفة من المؤمنين هل ستظن نفسك قوي يا شعيب وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك كونك من قبيلتنا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ها هنا قال لهم شعيب قال يا قومي أرهت أعز عليكم من الله أن أحذركم بالله تعالى وآمركم وأنهاكم ما أمرني الله جل وعلا به قال يا قومي أرهت أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ها هنا قال الله تعالى ويا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب سيأتي العذاب من كذب ننظر من هو الكاذب الذي أتيه العذاب ها هنا قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا نجى الله تعالى المؤمنين برحمة من الله وأخذت الذين ظلموا ماذا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أخذهم العذاب من الله تعالى كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدا ثمود ما أفادهم ما وقع من العذاب للأمم السابقة فبعدا لهم كما كان بعدا للأمم السابقة بعدا لقوم ثمود وبعدا لقوم مدين كذلك في سورة الشعراء قصة شعيب تتكرر كذلك نموذجا في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا النسى شيئاهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين إذن الآيات أخواني الطلاب يلاحظ في هذا النموذج أنها كلها تحدثت عن المعصية التي وقع فيها شعيب عليه الصلاة والسلام أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشيئاهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين هذا ما وقع فيه قوم شعيب من الذنوب فكان شعيب عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن ذلك ثم قال لهم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ها هنا قال قومه قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين ها هنا قال قوم شعيب وبدأوا يتهمونه بالكذب وأنه كاذب وليس بصادق وهو ينهاهم عن تلك الفواحش هنا طلب قوم شعيب للعذاب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم ما تعملون وكل أمره إلى الله وكل أمورهم إلى الله هم طلبوا العذاب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم ما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إذن أتاهم العذاب من الله تعالى عذاب يوم الظلة ضاقت بهم قريتهم وضاقت بهم بلادهم ورأوا خارج مكانهم سحابة ضو ظلة ففزعوا إليها من شدة ما هم فيه من الحر وظنوا أن فيها نجاة فلما اجتمعوا إذا بالعذاب من الله تعالى يقعوا على قوم شعيب فأخذهم عذاب يوم الظلة الآية في سورة الشعراء من الآية المئة والستة وسبعين إلى الآية المئة والتسعين شعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لماذا؟ لفصاحاته وبلاغاته وحسن تأديته وهو أحد أربعة أنبياء عرب هم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليهم جميعا عليهم الصلاة والسلام أرسل الله عز وجل شعيبا إلى أهل مدين وأهل مدين قوم عرب سكنوا مدينتهم التي هي قرية من أرض معاني من أطراف الشام مما يلي ناحيتها الحجاز وكان أهل مدين كفار يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة الأيكة هي شجرة وكانوا من أسوأ الناس معاملة يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص فبعث الله فيهم رجلا منهم هو رسول الله شعيب عليه السلام يأخذون بالزاد دائت عليهم أحد التجار قاموا أخذوا زيادة عما يعطيهم ذلكم التاجر وإذا باعوا ذلك التاجر نقصوا من الكيل والميزان وعطوا ذلك التاجر ويدفعون بالناقص فبعث الله فيهم رجلا منهم هو رسول الله تعالى شعيب عليه الصلاة والسلام إذن أخوان الطلاب أعتينا وإياكم في درس القصص في القرآن الكريم إلى نموذج وذكرنا نموذج أيوب عليه الصلاة والسلام وكذلكم نموذج آخر هو شعيب عليه الصلاة والسلام وذكرنا أيوب ورد ذكره في ذكره في سورة الأنبياء وكذلكم في سورة صاد وشعيب عليه الصلاة والسلام أتينا على ما ذكر في السور بالتفصيل قد يذكر اسمه في سور أخر لأن شعيب عليه الصلاة والسلام ورد ذكره 11 مرة في القرآن الكريم أتينا على ما كان في تفصيل في قصته مع قومه في سورة العراف وفي سورة هود ثم ختمنا ذلك بسورة الشعراء أسأل الله جل وعلا وأن الطلاب أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعل أعمالنا خالصاً لوجه الكريم وأن ينفعنا بما نسمع وأن ينفعنا بكلام رب العالمين وأن يجعلنا بمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن يتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى نقول إخوانا الطلاب في ختام درسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد اشتركوا في القناة 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 بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 9-37 أو عبر تطبيق موعد فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد-19 وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات كورونا فيروس ديزيز 2019 كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا وظهرت أغلب الحالات في مدينة وهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حد ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات غسل يدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند الكحة والأطاس تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد ارتفاع في دررة الحرارة كحة ضيق في التنفس وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي ولأي استفسار كلم الصحة 937 يرحمك الله استخدم المنديل أثناء الكحة والأطاس وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق يعني كذا بالضبط ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو أطاس أو إذا كنت تخالط شخص مريض أغسل يديك بالما والصابون 40 ثانية على الأقل والأي استفسار كلم الصحة 937 عش بصحة عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد 19 أولاً اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد 19 ثانياً تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية ثالثاً الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة رابعاً جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض خامساً من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن سبعة لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادساً في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات سابعاً تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان ثامناً أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك تاسعاً الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات عاشراً جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية أخيراً اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة هناك ارتباط قوي بين تدخين وقابلية تغير لون الشعر إلى لون الأبيض وحدوث الصلع وفقدان الشعر وذلك حساب منظمة الصحة العالمية اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ قد تتشابه الفصول الافتراضية في أسلوب التدريس لكن من المؤكد أن المعلم المبدع هو من يصنع الفارق في ذلك من خلال استغلاله إمكانات البيئة التعليمية الرقمية لبناء خبرات الطلبة ومهاراتهم لذا توفر منصة مدرسة بيئة رقمية آمينة تضم مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي يمكن الإبداع بتوظيفها بشكل تربوي لتطبيق الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في التدريس على سبيل المثال استخدام أسلوب الفصن المقلوب والذي يتم فيه قلب مفهوم الحصة الدراسية بحيث يتعلم الطلبة المحتوى الذي يضعه المعلم على منصة مدرسة بشكل ذاتي بينما يتم استغلال الفصل الافتراضي مع المعلم بحل الأنشطة والنقاش حول ما تعلمه الطلبة والإجابة على استفساراتهم ومع منصة مدرسة يمكنك أيضا تطبيق العديد من الاستراتيجيات التعليمية لتعلم النشط وحتى يشعر الطلبة بالحضور الاجتماعي وعدم العزلة مثل تطبيق مجموعات العمل الإلكترونية والتعلم الإلكتروني القائم على المشروع والتعلم بأسلوب حل المشكلات والعصف الذهني الإلكتروني لتوليد الأفكار والخرائط الذهنية الإلكترونية والتي تساعد الطلبة على تعزيز الخبرة السابقة وربطها بالخبرة الجديدة كما أن استخدامك للقصص الرقمية وأسلوب التلعيب يحفز الطلبة على التعلم ويثير انتباههم ولا تنسى أن إداعك كمعلم في التوظيف التربوي سوف يساعد على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى أبنائنا الطلبة مثل مهارة التعاون التفكير الناقد تحمل المسؤولية مهارات البحث والاستكشاف ربط الخبرات العلمية بالحياة الواقعية وغيرها من المهارات وأخيراً عزيز المعلم وعزيزة المعلمة لتزيد من قيمة خبراتك شاركها مع زملائك المعلمين مدرستي منصة إبداعي معظم الناس يدركون أن تعاطي التبغ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة ولكن الكثير من الناس يجهلون أن التبغ أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية فالتدخين يؤدي إلى تسرع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين بالإضافة إلى حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ يترافق التدخين وطعات التبغ مع ظهور العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الصدفية والإكزيمة فالمدخنين هم أكثر عرض للإصابة بالصدفية بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بغير المدخنين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية حافظي على جمال بشرتك بالإقلاع عن التدخين واتصل الآن على 937 أو احجزي موعد عن طريق تطبيق موعد العيادة والعلاج عندنا مجاني بكل سرية وخصوصية تامة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madracity.sa فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من ستمائة ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ إن التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف فقدان السمع فالمدخنين هم أكثر قابلية وبشكل ملحوظ للتعرض إلى فقدان السمع بسبب التعرض للضباء مقارنة مع غير المدخنين نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد عزيزي ولي الأمر حرصاً مننا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة بمقاوماته إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح فحرص دوماً على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه وأخيراً لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني مدرستي في بيتي